بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمة الله الآن نكمل الفصل الثالث وخاصة بإرشاد زي صعوبات التعلم وإن شاء الله هنكمل الطرق الإرشادية الخاصة بالتعامل مع حاجات زي صعوبات التعلم طبعا عندنا الآن حاجة التلميذ إلى تخليصه من التوتر والقلق وصعوبة التعلم بإعانهم من مشاعر من التوتر والقلق ناتجة من يعني فشلهم او احباطاتهم الخاصة بالمشكلات الاكاديمية اللي بيعانهم منها. طيب اول شيء عشان يعني نتدخل او نرشد بالنسبة للقلق الذي يعاني منه زر صعوبات التعلم. ان احنا ندرب التلميذ على ايه? على الاسترخاء. ومعضو الاسترخاء ده مهم جدا بالنسبة للتخلص من مشاعر القلق. كمان تحديد المنبه الرئيسي المثير للقلق. ايه سبب هذا القلق? خوفه من معلم? ولا قلقه من احباطاته الخاصة بالجانب الاكاديمي? ولا زملائه ونظرتهم الدنيا ليه او يعني المشكلات اللي بيقابلها مع زملائه? كمان عندنا الطلب من التلميذ وهو في حالة من الاسترخاء العميق ان يتصور نفسه في الموقف الذي يستثير لديه اقل درجة من القلق. والتدور به في مواقف القلق مع فترات. فاصلا ان احنا نضربه مع الاعمليات استرخاء مع يعني ان هو يشوف نفسه هو في الموقف اللي بيتسبب له القلق. ونحاول ان احنا نخلصه من هذا القلق بسرعة ايه? تدرجية. هننتقل الى حاجة التلميذ الى تشكيل سلوك الانتباه. طبعا زوي صعبات التعلم بيعانوا من مشكلات في الانتباه. فاحنا هنا بنقدم بعض الارشادات الخاصة بتدريب الطفل على ايه? على الانتباه. رقم واحد لاستمر في الجلوس بهدوء العدد دقائق. جميل ان احنا نضربه على ايه? على ان هو يجلس في مكانه العدد دقائق. وممكن نبدأ مثلا بدقتين الاول بعدين ثلاث دقائق او او بعد دقائق. يعني نحاول ان احنا ايه? نضربه على الجلوس بهدوء. كمان مع ان احنا نقدم له تدعيم لفظي. اه وبعدين نبدأ نزود المدة زي ما انا قلت حتى ايه? يستقر الفترة ايه? اطول او يجلس لفترة اطول. كمان الاستجابة عند النداء. ان احنا ما يعني عندما ندع عليه يستجيب. مع مواعات التدعيم. وكمان باوضو نقدم له ايه تدعيم. حال تشكل السلوك المطلوب. اما اما هو ينجز السلوك ندعمه او نعززه. كمان ننزو الى الشيء عند الطلق. ونطلب منه ان ينزو الى شيء ما. ده باوضو بيزود حالات او بيزود الانتباه عند ايه? زوي صعوبات التعلم مع التدعيم باوضو او التعزيز از كان ايه بشكله اللفظي او المادي. الان مع الحاجة الى النمذجة والقدوة. وده نقطة مهمة جدا بالنسبة زوي صعوبات التعلم. ويمكن تلبية هذه الحاجة باستقلال محكات القدوة. يعني ان احنا نقدم له نمازج. نمازج من من الطلاب او اخوان اللي هم اه متميزين او متفارقين. ازو يمكن كمان ممكن ان احنا نقدم له فيلم قصير معرض خصيصا لتعلم المهارات الاجتماعية مثلا. هنضربوا المهارات الاجتماعية. من خلال هذه ايه? النمازج. وهنا تتفار لدى التلميذ الحاجة للانجاز بتقديم افضل ما يستطيع والنجاح في انشطته وتفاعلاته الاجتماعية والتفوق كمان على ايه? والتفوق كمان على الاخرين. كل ده بيكون في شكل نمزجه وقدوه.